ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى المفهوم الآخر في محاضرة اليوم وهو مفهوم تسوية الهيستوغرام ماذا نقصد بتسوية الهيستوغرام؟ في تسوية الهيستوغرام نحن نبحث عن تابع تحويل كثافة لونية للبيكسل كنا تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية تابع تحويل T of R S تساوي T of R في تسوية الهيستوغرام نبحث عن تابع T of R ينقل مستويات اللون للصورة من قيم R إلى قيم S يعني يولد صورة جديدة فيها كثافات اللونية S وكل S تابع لR يعني حسب قيمة R ينتج لدينا لون جديد قيمته S إذن كل بيكسل كل بيكسل قيمة اللونية R سيتحول إلى بيكسل قيمة اللونية S كيف نوجد التابع T of R؟ نوجده من الهيستوغرام دعونا نتطرق إلى المفهوم النظري أولا ثم أمثلة عملية لنتذكر أننا نقوم بتسوية الهيستوغرام من أجل الحصول على تابع T of R لكن هذا التابع هذا التحويل النقطي تحويل البيكسل هذا T of R يجب أن يتمتع بخصائص معينة وهي أنه يجب أن يقوم بتسوية الهيستوغرام دعونا نتعرف على المفهوم بمزيد من التفاصيل ماذا يعني تسوية الهيستوغرام هنا ليكن لدينا تابع كسافي احتمالي P of R والمتحول هو R قيم تابع الكسافي احتمالي من الصفر حتى ال L ناقص واحد لنتذكر أن هذا التابع هو تابع كسافي احتمالي أوجدناه من الهيستوغرام يعني هو يساوي الهيستوغرام هاتش مقسم على M ضرب N عملية تسويت الهيستوغرام تعني إيجاد تحويل S يساوي T of R إذا طبقنا هذا التحويل على الصورة لتوليد صورة جديدة مستوياتها اللونية هي S سيكون لهذه الصورة هيستوغرام هو ذو توزيع منتظم بهذا الشكل تتذكرون تابع الكسافي الاحتمالي ذو التوزيع المنتظم كنا درسناه هكذا P of X وهنا X ويمتد بين A و B الكسافي الاحتمالي لجميع القيام بين A و B هي واحد على B ناقص A بينما الكسافي الاحتمالي هنا يعني من الصفر إلى A ومن B حتى الزائد لا نهاي هي تساوي الصفر تمام؟ هنا بشكل مشابه الكسافي الاحتمالي بين الصفر وال L ناقص واحد هي واحد على L ناقص واحد والكسافي الاحتمالي بعد L ناقص واحد هي صفر وقبل L ناقص واحد هي صفر إذن هذه هي عملية تسويت الهيستوغرام تحويل الصورة إلى صورة جديدة لها هيستوغرام ذو شكل توزيع منتظم كما نرى هنا ذو تابع كسافي احتمالي منتظم ما الفائدة؟ كنا رأينا في المثال السابق هنا كنا رأينا هنا أن الصورة أن الصورة التي لها هيستوغرام متوزع على كافة المجال بهذا الشكل هي صورة عالية التباين لاحظ الصورة هنا تختلف عن باقي الصور هي عالية التباين عالية التباين يعني المعلومات واضحة فيها وسهلة الاستخلاص إذن نريد أن نحصل على صورة عالية التباين بعملية تسويت الهيستوغرام إذن عملية تسويت الهيستوغرام هي عملية تحسين للصورة كيف تتم عملية التحسين زيادة التباين في الصورة زيادة التباين في الصورة إذن أنا إذا حصلت على صورة زيادة هيستوغرام موزع بشكل توزيع احتمالي منتظم أكون قد حصلت على صورة زيادة تباين عالية صورة محسنة الآن جوهر القضية يكمن في إيجاد هذا التحويل أنا لا أستطيع أن أطبق أي تحويل على الهيستوغرام رياضياً أستطيع أن أغير هذا التابعي لهذا الشكل أستطيع أن أطبق تحويل يحول هذا التابعي لهذا الشكل ولكن عملياً لنرى كيف يتم ذلك لنرى كيف يتم ذلك إذن نحن نريد الحصول على تابع تحويل كسافة لونية يساوي تي وهذا التابع سيكون من هذا الشكل أو من هذا الشكل لدينا من نظرية الاحتمال أنه إذا كان عندنا متغير عشوائي R هذا المتغير العشوائي R تم تحويله إلى متغير عشوائي آخر S باستخدام التحويل T of R فإن العلاقة التالية صحيحة الكسافة الاحتمالية للمتغير S تساوي الكسافة الاحتمالية للمتغير R مضروب بمشتق R بالنسبة لأس مضروب بمشتق R بالنسبة لأس ويمكن البرهان أننا لنحصل على تابع كسافة احتمالية منتظم بهذا الشكل بين الصفر حتى 255 أو L-1 يمكن أن نستخدم هذا التحويل ما هو هذا التحويل؟ هو التكامل من صفر إلى R لB-R B-Omega D-Omega Omega هو متغير تفاضلة فقط يعني أيضاً يعني الكسافة اللوني لصورة الدخل R هو فعلياً يحمل قيم R ولكن فقط غيرنا الاسم حتى تمييزه عن حدود التكامل حدود التكامل من صفر إلى R بB-R بB-R Omega D-Omega Omega هي أيضاً قيم الكسافة اللوني لصورة الدخل R ولكن نسميه فقط متغير نسميه dummy variable يعني فقط متغير وهمة لتمييزه عن حدود التكامل R أيضاً إذن حدود التكامل هي من صفر إلى R التحويل سوف نقبله بهذا الشكل هو تكامل من صفر إلى R لاحظ يعني من أجل كل قيمة إلى R ستنتج قيمة جديدة لS قيمة S هي تكامل من صفر إلى R فكلما زادت R هنا يعني أخذنا R صفر واحد نين ثلاثة أيضاً تزيد حدود التكامل من صفر إلى R R واحد نين ثلاثة وهكذا سوف أشرح لكم تنفيذها عملياً بعد أن نتأكد من أننا لو طبقنا هذا التحويل سنحصل على تابع كسافة احتمالية منتظم تعالوا لنحسب D S على D R يعني لنحسب مشتق S بالنسبة إلى R طبعاً S هو المتغير العشوائي الذي يصف كسافة اللونية للصورة الخرج وR هو متغير عشوائي يصف الكسافة اللونية للصورة الدخل D S في D R هو نفسه D T D R لماذا؟ لأن S تساوي T of R طبيعي ما هو T of R؟ هو L ناقص واحد مضروب بالتكامل من الصفر للR لبي أوميجا دي أوميجا نعوض هنا في العلاقة L ناقص واحد ثابت يتم استخلاصه إلى اليسار ثم في مشتق ما داخل التكامل من صفر إلى R حسب نظرية النظرية الأساسية في التكامل فمشتق التكامل من صفر إلى R B W D W هو يساوي B R إذن مشتق D مشتق S بالنسبة إلى R يعني D S على D R هو L ناقص واحد في B R لو عوضنا هذا المشتق في العلاقة الأساسية التي تعطيني قيمة B S اللي هي التي تعطيني تابع الكسافة الاحتمالية ل S متغير ألوان صورة الخرج فنعوض هنا بدل D R D S بهذه القيمة L ناقص واحد B R إذن يصبح لدينا B R مضروب في واحد لحظ هنا حسبنا D S على D R هي L ناقص واحد في B R ف D R على D S أنا علاقة الأساس هي D R عليها أسأل مقلوب يعني بدل L ناقص واحد مضروب في B R فتصير واحد على L ناقص واحد مضروب في B R وعنده أنا خارج القوس بالأساس في عنده B R هذه ال B R فال B R تختصر مع ال B R فيبقى لدينا واحد على L ناقص واحد وهو تابع كثافي احتمالي منتظم يونيفورم إذن العلاقة هنا صحيحة لو أنا طبقت هذا التحويل على الصورة لنتج لدينا صورة جديدة لنتج لدينا صورة جديدة فيها تاب لديها histogram مستوي مسوى يعني تابع الكثافة الاحتمالية لتوزع الألوان فيها توزع البكسلات على الألوان هو تابع كثافة احتمالية منتظم تعالوا لنرى كيف يمكن تطبيق هذه المعادلة بشكل عملي على البكسلات عادة باعتبار أن الصورة هي قيم يعني متقطعة قيم البكسلات متقطعة هي صورة رقمية يعني قيم البكسلات متقطعة وقيم الألوان متقطعة الإحداثيات والألوان متقطعة إذن نستبدل التكامل بمجموع نستبدل التكامل في مجموع فبتصير العلاقة عندي بدل ما تكون S تساوي L-1 بتكامل من الصفر لR لB-Omega D-Omega بتصير L-1 بمجموع من صفر لK في BR طبعاً K هي القيمة السوية اللونية K يعني القيمة K لR للمتغير R ال-R رح ياخد قيم R-1 R-2 R-3 R-4 اللي هن من صفر حتى 255 أو من صفر حتى الناقص واحد نحن بالأساس عندنا لا نفرض الهيستوغرام بها الشكل فهي بر واحد بر اتنين بر اتنين بر اتنين بر اتنين بر اتنين بر اربعة بر خمسة إلى آخره إذن هي في كل مرة نأخذ المجموع من الصفر حتى R يعني من الصفر حتى صفر من الصفر حتى واحد من الصفر حتى اتنين من الصفر حتى ثلاثة وهكذا يمكن إذا استعادنا عن بي آر بأنها مجموع البكسلات تقسيم موقعنا هي H تقسيم M ضرب N أو هي N على M ضرب N فاستعادنا عنها بمجموع N تقسيم M ضرب N لتصبح لدينا هذه العلاقة بهذا الشكل نعود نعود إلى هذا الشكل الذي سيتم تنفيذه عمليا هو مجموع البكسلات مجموع أعداد البكسلات التي تحمل السويات اللونية من الصفر حتى K مقسومة على العدد الكلي للبكسلات في الصورة مضروبة بعدد السويات اللونية ناقص واحد بعدد السويات اللونية ناقص واحد يعني نضرب القيمة العزمة ممكن كثير أحيانا نخربط فيها فانتبهوا لمن الآن حيث أن K تأخذ جميع القيم اللونية من صفر حتى L ناقص واحد يعني سوف نحسب S K من أجل K تساوي الصفر وبالتالي S0 تساوي L ناقص واحد على M ضرب N بمجموع من الصفر حتى الصفر لمن؟ لأن إذا قلنا S1 هي L ناقص واحد على M ضرب N بمجموع من الصفر حتى الواحد لأن K تساوي من الصفر حتى الواحد مثلا S القيمة رقمية هي L ناقص واحد على M ضرب N بمجموع N K من الصفر من K تساوي الصفر حتى المية مجموع البكسلات التي تحمل الكسافات اللونية من صفر حتى مية فممكن ممكن أن ننظر إليها على أنها يعني S مية S مية تساوي S التسعة وتسعين زائد بي المية يمكن الملاحظة هنا أيضا أنه بالنسبة للصور الملونة يمكن إيجاد الهيستوكرام بالنسبة لكل قناة لونية على حذاء ويمكن أيضا إيجاد صورة مكافئة وحيلة اللون من خلال إيجاد متوسط الكسافات اللونية لكل بيكسل وإيجاد هيستوكرام واحد مكافئ لكل الصورة كمثال كمثال نلاحظ هذه الصورة لدرسناها منذ البداية كان قبل التحسين الهيستوكرام لها بهذا الشكل بعد التحسين صار الهيستوكرام تبع بهذا الشكل لاحظ أن الهيستوكرام الجديد ليس تماما دو توزيع منتظم العلاقة الرياضية نظريا أعطتنا أنه يجب أن يكون بهذا الشكل أما هنا لاحظ أنه ليس منتظم تماما بل هو أقرب ما يمكن أن المنتظم طبعا العلاقة التحليلية كانت ناجل توابع مستمرة زاد قيم لا نهائي بينما هنا عمليا في الصورة هي تتابعة متقطعة وزاد قيم محدودة تعالوا لنرى كيف تتم عملية الحساب عملية الحساب هي كالتالي أولا من أجل صورة الدخل نرسم الهيستوكرام هذا هو الهيستوكرام لصورة الدخل العلاقة التي أوجدناها هنا وهي المجموع أو حتى في الشكل المستمر إلها هي التكامل هنا علاقة التكامل هي عمليا تكامل تابع الكسافة الاحتمالية هل تذكرون من دراسة معلوماتكم في الاحتمالات أن تكامل تكامل تابع الكسافة الاحتمالية يعطي تابع التوزيع الاحتمالي تابع التوزيع الاحتمالي وحيانا نسميه تابع التوزيع التراكمة Cumulative Distribution تابع التوزيع التراكمة يمكن حسابه بعلاقة المجموعة يعني قيمة قيمة تابع التوزيع التراكمة عند النقطة R وليكن هو يساوي إلى مساحة تحت تابع الكسافة الاحتمالية من الصفر إلى R تابع الكسافة الاحتمالية عند ليس تابع الكسافة الاحتمالية إنما تابع توزيع التراكمة عند القيمة وليكن هو يساوي المساحة تحت المنحني يعني تكامل المنحني تكامل تابع الكسافة الاحتمالية من الصفر إلى مية إذن هي نفس العلاقة التي استنتجناها نستطيع أن نقول ببساطة أكثر أن تابع التحويل المنشود S يساوي T of R تابع التحويل T of R هو نفسه تابع التوزيع التراكمة تابع التوزيع التراكمة المحسوب من أجل الصورة يعني حسبنا من خلال تابع الكسافة الاحتمالية أولا الهيستوغرام ثم تابع الكسافة الاحتمالية إذن تابع كسافة احتمالية بهذا الشكل يعطي تابع توزيع تراكمة بهذا الشكل لاحظ أعظم قيمة لتابع توزيع التراكمة هو يساوي الواحد الآن من أجل جميع القيم الكسافة اللونية للدخل 012345670100110130150200250255 من أجل كل القيمة في مجال الدخل هذه القيم من الصفر حتى 250 نحسب قيمة S الموافقة لاحظ نحسب قيمة S الموافقة وهكذا إذن نحصل على جدول سمينا جدول الكسافات الاحتمالية تحدثنا عنه سابقا يمكن تبسط المسألة إلى جدول أن هنا قيم R وهنا قيم S قيم R هي موزعة بانتظام من الصفر حتى 255 بينما قيم S تكون محسوبي من هذا التابع من هذا التابع الذي نراه هنا إذن نقوم الآن بتوليد صورة جديدة صورة الخرج من أجل كل بيكسل معين هذا البيكسل إحداثياته X1Y نأخذ الكسافة اللونية لهذا البيكسل R من أجل R نطبق من الجدول ما هي قيمة S من أجل كل بيكسل في الصورة كل R تستبدل بS فنحصل على صورة جديدة هي صورة الخرج لاحظ نحن لم نتطرق إلى الهيستوغرام الآن الصورة الجديدة التي حصلنا عليها في الخرج الهيستوغرام لها موزع أقرب ما يمكن إلى التوزيع المنتظم إذن هذه صورة الخرج وهذا هو الهيستوغرام هذه صورة الدخل وهذا هو الهيستوغرام لها لاحظ بتحسين في التباين الذي تطرق على الصورة بعد تسوية الهيستوغرام هنا بقي لدينا هذا المثال العدد للتوضيح أكثر ليكن لدينا صورة مالة على التعيين هذه الصورة مساحتها 64 ضرب 64 بيكسل ونستخدم فيها ثمانية سويات لونية من الصفر حتى سبعة كل بيكسل يمثل بثلات بيت بغض النظر عن الصورة حصلنا على الهيستوغرام التالي هذه علاقة الهيستوغرام السوية اللونية رقم صفر يوجد 790 بيكسل تحمل اللون صفر يوجد 850 بيكسل تحمل اللون اثنين يوجد 122 بيكسل تحمل اللون رقم ستي يوجد 81 بيكسل تحمل اللون رقم سبعة رسمنا الكسافي الاحتمالي هنا بعد أن قسمنا لاحظ كيف حصلنا على الكسافي الاحتمالي قسمنا على M ضرب N عدد الكلة للبيكسلات التي هي هنا 64 ضرب 64 M 64 و N 64 إذن رسمنا تابع الكسافي الاحتمالي باستخدام هذه القيام حسبنا حسبنا تابع التوزيع التراكمة اللي هو S تساوي T of R إذن كيف حسبنا عند الصفر عند الصفر يعني S الصفر هي تساوي B الصفر تساوي B الصفر ماذا تساوي قيمة B الصفر هي هنا تساوي تقريبا 0.19 حسبناها من الجدول R صفر هي صفر فاصلي تساة عش تماما طبعا R صفر هي فاصلي صفر فاصلي تساة عش مضروبي بسبعة مضروبي بسبعة اللي هو تساوي L ناقص واحد تساوي سبعة هنا بهذه الحالي تمام لأنه L هي ثماني اتنين قوة ثلاثة اتنين قوة ثلاثة ناقص واحد تساوي سبعة إذن صفر فاصلي تساة عش مضروبي بسبعة تعطي تقريبا أقل من واحد فاصلي أربعة بقليل وتبقى هذه القيمة السابتة حتى تأتي قيمة لها متى تأتي القيمة لها عند الواحد إذن ما هي القيمة الآن عند الواحد هي صفر فاصلي تساة عش مضروب زائد صفر فاصلي خمسة وعشرين ولكل مضروب في سبعة صفر فاصلي تساة عش زائد صفر فاصلي خمسة وعشرين ولكل مضروب في سبعة أو هي هالقيمة هاي زائد القيمة صفر فاصلي خمسة وعشرين مضروبي في سبعة نفس العلاقة تقريبا إذن القيمة هنا هي صفر فاصلي تساة عش زائد صفر فاصلي خمسة وعشرين ضرب سبعة نأتي إلى هنا القيمة هنا هي صفر فاصلي تساة عش زائد صفر فاصلي خمسة وعشرين زائد صفر فاصلي واحد وعشرين مجموعة هذه الثلاث قيم طبعا هي موجودة هنا أيضا مضروب في سبعة سبعة هي ال-1 لا ننسى وهكذا فنولد تابع توزيع احتمال تراكمة قيمته من الصفر حتى ال-1 وهي سبعة تمام ماذا بعد ذلك نحسب الصورة الجديدة نعود إلى الصورة الصورة ليست واضحة في المثال نعود إلى الصورة أنا هنا صار عندي تابع تحويل T of R كل قيمة من صورة الدخل من صفر إلى سبعة صارت تقابل قيمة من صفر إلى سبعة يعني الأربعة بالدخل صارت تقابل ستة في الخرج ال-ال-ال-ال-ال ال-الستة في الدخل صارت تقابل سبعة في الخرج وهكذا إذن نأتي إلى الصورة القديمة ونحول يعني نولد منها صورة جديدة باستبدال من أجل كل بيكسل قيمة اللون قيمة الكساف اللوني له R نستبدلها ب-S لو رسمنا الهيستوغرام الجديد لو رسمنا الهيستوغرام الجديد لنتج لدينا هذا الهيستوغرام لاحظ هو أقرب ما يمكن إلى أتابع الكسافة الاحتمالية المنتظم هنا أمثلة على بقي لدينا اليوم أمثلة على تسوية الهيستوغرام الأمثلة التي درسناها في بداية المحاضرة كانت أن هذه الصورة معتمي وهذا الهيستوغرام يمثل صورة معتمي لاحظ الكتلة البيكسلات تتركز على ألوان منخفضة طبقنا عليها تسوية الهيستوغرام من أجل تحسين الصورة فحصلنا على صورة بهذا الشكل ولها هيستوغرام بهذا الشكل الصورة المشرقة المضيئة كان لها هيستوغرام يتركز على قيم كسافة لونية عالية حصلنا عليه بعد عملية التسوية على صورة بهذا الشكل زاد تباين عالي وهيستوغرام يتوزع بهذا الشكل الصورة التي زاد التباين المنخفض كنا تتركز التباين المنخفض وتتركز الكساف اللوني في المنتصف بعد عملية تسوية الهيستوغرام حصلنا على صورة لها هيستوغرام بهذا الشكل وهي زاد صورة زاد التباين عالي الصورة الأساسية هي بالأساس زاد تباين عالي الهيستوغرام تبعها بالأساس يحمل توزيع قريب بين التوزيع المنتظم تطبيق تسوية الهيستوغرام عليها نتج صورة أخرى بمواصفات مشابهة ولكن صورة مختلفة وهيستوغرام مختلف قليلا أعزاء الطلاب نأتي هنا إلى نهاية محاضرتنا الرابعة وهي بعنوان معالجة الهيستوغرام وتسوية الهيستوغرام شكرا لمتابعتكم شكرا للمشاهدة